بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ضروب الحياة في حلقة اليوم سنتكلم عن جنة الأحلام التي ينشدها كل البشر هذه الجنة التي بحث عنها الكثيرون فعادوا ولم يحصلوا عليها ما هي جنة الأحلام؟ إنها السعادة السؤال الذي حير الكثيرين ولم يجدوا له جوابا كثيرون بحثوا عنها في المال وعندما صاروا أغنياء لم يصبحوا سعداء كثيرون بحثوا عنها في المنصب والجاه وعندما حصلوا على المناصب وعلى الجاه لم يجدوا أنفسهم سعداء البعض بحث عنها في المال والأولاد أيضا وظل سنوات طويلة يحاول أن يرزقه الله بالأولاد إلى أن رزق بالأولاد ولكنه في النهاية لم يحصل أيضا على السعادة الكثير حاول أن يبحث عنها في مختلف الأشياء الموجودة وظل هذا السؤال الذي يحير الكثيرين أين السعادة أو كيف أحصل على السعادة في حلقة اليوم إن شاء الله سنعرف بطرق مبسطة وبطرق سهلة لا أدعي أننا سنصل إلى السعادة المطلقة لأنه لا يمكن أن يكون هناك سعادة مطلقة في هذه الدنيا أنت لا تحس بقيمة السعادة إلا إذا مرت عليك أيام فيها شدائد تماما كالإنسان إذا كان شبعانا وأمامه أنواع شتى من الطعام بل من أجود وأفضل أنواع الطعام فإن نفسه لن تشتهي هذا الطعام حتى ولو كان أكل شيئا بسيطا المهم أن المعدة قد امتلأت فلذلك سنحاول ببساطة من خلال عرضنا لبعض المواقف التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حدثت بعد ذلك أيضا مع أصحابه ومع السلف الصالح ونقارن ذلك بما توصل إليه العلم الحديث الآن عن كيفية عمل المخ عن كيفية عمل الدماغ وهل هناك فعلا كما نسمع هرمونات تسمى بهرمونات السعادة المخ إذا أفرزها فإنه سيحصل على السعادة أو سيجعل الإنسان سعيدا هذا إن شاء الله سنرى معنا منتظرين مشاركتكم معنا وتواصلكم معنا على رقم البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة لكن في البداية دعوني أن أحكي لكم قصة بسيطة تدل على معنى عميق جدا جدا كيف تحصل على السعادة ثم نربط هذا بنظرية علمية في أحد المستشفيات كان هناك مريضان يعني مرض شديد جدا لدرجة أنهما لا يستطيعان أن يتحرك من على سريرهما بل لدرجة أن الواحد منهما لا يستطيع أن يجلس أصلا على السرير كل ما يفعل أنه ينام مستلقي على ظهره وينظر للسقف في أعلى أحد هذين المريضين كان مسموح له أن يجلس لمدة ساعة يوميا يعني في كل يوم مسموح له أن يجلس ساعة وهذا الرجل كان يجلس بجوار نافذة شباك المهم أن ذاك الرجل بدأ يتكلم مع صديقه الآخر كل واحد منهم لم يرى الآخر ما شفوهش بعض فبدأوا يتكلموا عن أهلهما عن حالهما عن تجاربهما في الحياة عن الشيء الذي يحبانه والشيء الذي يكرهانه كل شيء بدأوا يتكلموا عنه فعرفوا كل شيء عن بعض خلاص الأمر انتهى كل ما واحد فيهم يحكي الثاني موقف سمعته قبل ذلك فبدأوا يصابوا بالملن وهم أصلا الله يعنهم في حالة صعبة جدا جدا في يوم من الأيام الشخص اللي كان بيجلس لمدة ساعة على السرير دون أن يتحرك بيحاول أنه يحرك يده هكذا فوجد النافذة بجواره فبدأ يتخيل بدأ يتخيل أنه فتح النافذة وأنه يرى أناس أمامه فقال لصاحبه لقد فتحت النافذة والآن أنظر منها فصاحبه بلهفة وباشتياق ماذا ترى؟ قال أرى الآن أمامي عرضا موسيقيا الآلات تعزف أمامي والناس من حولهم يفرحون والناس والأطفال يجرون ويلعبون طبعا المريض الآخر لم يسمع أي صوت ولكن عقله بدأ يشتغل في إيه؟ فإنه يتخيل الصورة شكل الفرقة اللي موجودة شكل الأطفال الصغار اللي بيلعبوا بدأ كل هذا يتخيل هذه الأشياء وبعدين إيه اللي حصل؟ بدأ يحكي له هناك على بعد قليل جدا من الساحة للناس موجودة فيها بحيرة وحول هذه البحيرة يوجد كورنيش والناس يتمشون أمامه وأرى الرجال والنساء يمشون وهناك شخص يبيع الحلوى وهناك شخص يفعل كذا وواحد واقف بدأ يحكي له حياة خارجية كما تخيلها هو المهم أن هذا الشخص كان في كل يوم ينتظر هذه الساعة اللي بتخفف عنه يعني ربما أن الأوقات مثلا كانت تمر عليه بصعوبة جدا إلا أن الذي يجعلها تمر بصورة أهوى نوعا ما أنه ينتظر شيء والإنسان إذا كان في انتظر شيء مهم أو حدث مهم تجد أن الوقت ربما أنه يمضي لأن تفكيره كل منصب على الحدث الكبير الذي سيحدث هذا الرجل أكبر حدث في حياته هي القصة التي تحكى له المناظر الموجودة نقدر نقول وسيلة التواصل مع العالم الخارجي الموجود الآن ففي يوم من الأيام بينادي على صديقه فصديقه لم ينتبه لم يستمع لم يرد عليه حاول أنه يرد عليه حاول أنه يعني ماذا يصنع لا يقدر إلا أن يتكلم يا فلان يا فلان وهو لم يرد حتى أتت الممرضة اللي كانت تقوم بتنظيف الغرفة وبرعايتهم والقيام على شؤونهما فبتقلب الرجل فوجدت الرجل لا يتحرك أبدا مات الرجل رفعت سماعة الهاتف هاتف المستشفى الموجود وبدأت تخبر الأطباء بحالته ففهم أنه قد مات تخيلوا وسيلة تواصل وحيدة مع العالم الخارجي والآن تنقطع الرجل حزن حزن شديد جدا في اليوم التالي لما دخلت عليه نفس الممرضة من أجل يعني أن ترى هل يحتاج إلى شيء أو غير ذلك طلب منها طلبا غريبا قال لها لو سمحتي هل من الممكن أن تنقلي سريري بجوار النافذة فهي تعجبت وقالت وما الفائدة أنت أصلا لا تتحرك يعني أنت لا تستطيع الحركة إذا كنت بجوار جدار في نافذة أو بجدار جواء بجدار جدار أصم يعني موجود بجوار جدار أصم فلن يفيد الأمر شيء يابهو بالنسبة لك سيان قال هذه رغبة أتمنى منك فالمهم أنها استجابت لطلبي ونقلت السرير كاملا بجوار الحائط الذي فيه هذه النافذة في وقت من الأوقات لما أصابه الملل بدأ يحاول أن يتحرك فبدأ يتكئ على يديه ويحاول أن يستند على الجدار الذي بجواره إلى أن استطاع أنه يجلس ثم بدأ يحرك رقبته بصعوبة جدا إلى أن نظر في ناحية الجدار فلم يجد أي شيء وجد النافذة تطل على ممر داخلي في داخل المستشفى ماذا حدث له هذا ما سنعرفه بعد معنا رمزي السلام عليكم أستاذ رمزي الله بركاته كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله يا رب العالمين يا رب تكون بخير يا رب دايما كده في نسان حسناتك يا دكتور الله يبارك لك يا رب تسلم أستاذ رمزي أستاذ رمزي اليوم عن السعادة اه ازاي نحصل على السعادة لأنه ده شيء طبعا حياتنا بدون سعادة ماش حياة يعني ملغاش معنا صحيح ازاي نلاقيها صحيح طيب أنا هسألك سؤال انت لما بتكون سعيد بتنجز في عملك ولا لما بتنجز في عملك بتكون سعيد لا لأولانية لما كن سعيد أنجز أكتر في عملي طيب ولو أنجزت في عملك ما بتحسش بالسعادة نفس المنضوع طبعا طبعا بس الأول الأول أكون سعيد عشان عرف أنجز وبعد كده بكون سعيد تاني تمام شكرا لكم سيد رمزي على هذه المشاركة هو السؤال طبعا يعني هو محور حلقتنا إن شاء الله وهو سؤال صعب الكل يعني محتار في هذا السؤال والكل يحاول أن يبحث وأن يجيب عن هذا السؤال طيب هنكمل صاحبنا اللي كان في المستشفى هذا المريض الذي لا يتحرك واللي صدم بإنه وجد النافذة اللي موجودة في الجدار تطل على ممر في داخل المستشفى ولا تطل على الشارع الخارجي لما جاءت الممرضة بدأ يسألها قال لها هل غيرتم الغرفة ماذا حدث قالت له لماذا قال لأن صديقي كان يجلس دائما وينظر من هذه النافذة ويحكي لي ما يراه في العالم الخارجي عن الناس وعن حركة الناس وعن البحيرة وعن الأولاد اللي بيلعبون والحلوى اللي بيأكلونها فإذ بالممرضة تتعجب تقول له هل تدري هل كنت تعرف أن صاحبك أو صديقك هذا كان رجل أعمى كان لا يراه إلا أنه أراد أنه يخفف عنك أراد أن ينقلك من هذه الحالة التي أنت فيها من حالة الاكتئاب من حالة الحزن على المرض اللي أنت موجود فيه فأراد أن يدخل عليك نوع من البهجة هذا المريض لم يكن يملك أي شيء على فكرة يعني لم يعطيه لا مال ولم يعطيه ولم يقدم له أي شيء إلا أنه حاول أن يساعده بالطريقة التي استطاع من خلالها أن يساعده بأنه ينقل له صورة حتى وإن كانت هذه الصورة صورة خيالية يعني إذن هنا سؤال يطرح نفسه كل إنسان بيساعد الآخرين هل لابد أن يكون مالك وعنده الآليات التي يستطيع أن يساعد بها الآخرين أم لا بمعنى أدق عشان أساعد الآخرين هل لابد أن أكون أنا سعيد ولا ربما بمساعدتي للآخرين ورؤية السعادة في عيونهم ورؤية السعادة على وجوههم أو على وجوه أحبابهم وعلى وجوه من حولهم هذا سيحولني وسيجعلني سعيدا الأمر ده قامت به جامعة من أكبر الجامعات الموجودة في أمريكا ومعنا عالم من كبار العلماء اللوى دان جيلبرت مؤلف كتاب التعثر في السعادة هذا الكتاب احتل لائحة جريدة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعا لمدة ستة أشهر تمت ترجمة هذا الكتاب اللوى كتاب التعثر في السعادة إلى أكثر من ثلاثين لغة يقول إذا أردت التنبؤ بمقدار سعادتك عايز تعرف أنت سعيد أدئي فسأحتاج إلى معرفة شيء واحد عايز أعرف عنك شيء واحد لا أريد أن أسألك ما هي جنسيتك ولا ما هو دينك ولا ما هي لغتك ولا أريد أن أسألك ما هو مالك وما هو حجم ثروتك السؤال الواحد الذي أسألك عنه عن قوة علاقتك بأصدقائك وعائلتك هل أنت ممن لديه محيط اجتماعي قوي أم أنك غير ذلك لو كنت ممن لديه محيط اجتماعي قوي بالتأكيد ستكون سعيد وأحد الدراسات اللي صدرت عن منظمة الصحة العالمية تقول إن اللي لديه علاقات قوية بأصدقائه وبعائلته وبالمحيط اللي من حوله عمره بيكون أطول من الآخرين وقدرته على التذكر بتكون أقوى من الآخرين حتى بعد فترة طويلة وبيكون غير معرض للإصابة بأي مرض زي مرض مثلا الزهايمر أو غير ذلك معنا أستاذ أيمن السلام عليكم أستاذ أيمن وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال الحمد لله رب العالمين أنا كنت عزيز لحضرتك ومناسبة الحديث عن السعادة كيف الواحد تظل متطلبات الحياة الكتير اللي حوالينا من نواحي المادية والاجتماعية وغيرها كيف الواحد يوصل لحالة الاستقرار النفسي اللي تؤدي لحالة السعادة اللي احنا كلنا بننفذها يعني أنت بتقصد أن تفكيرنا بيكون منصب على المستقبل والتفكير فيه وكيفية الحصول على الأموال اللازمة لإدارة شؤون الحياة نحن لدينا أولاد نحتاجين لربيهم نجد لهم وظائف ونبن لهم ونحصل سكن كويس نجلس فيه ونبقى مميزين في أشغالنا نبقى عندنا دخل كتير كل دي مشتتات بتأخذنا بعيدا الهدف الرئيسي اللي احنا بنعيش عشانه يعني إزاي تقدر توازن بين اللي انت بتعمله ده أو المطلوب منك في الحياة وإنك تصل للسعادة نعم إن حيانا كتير أنا بشوف يعني حالات كتير حوالينا ناس بتسعى للحصول على المال على سبيل المسؤال أو على وظيفة مناسبة أو على وضع اجتماعي معين وبعد ما بيحصل على الكلام ده ما بيحقاش السعادة الوعيز نعم لأنه هو لأنه ركز كل اهتمامه على أنه إذا حصل على الوظيفة دي أو إذا حصل على المبلغ المحدد من المال ده هيكون سعيد فبعد ما بيحصل عليه بيجد نفسه غير سعيد نعم دي حالات كتير حوالينا نعم شكرا لك أستاذ أيمن لتخليني أسأل أي معنى السعادة الحقيقة نعم هل هي في التعامل مع الأخرين ومفضوك التقوية ولا هل هي في الاستقرار النفسي ولا هل هي في في أيه بالضبط ندار على فيه طيب إن شاء الله هتسمعنا أستاذ أيمن وإحنا لما تكلمنا على فكرة عن التواصل مع الأخرين لا نقصد إنه هو الباب الرئيسي أو الباب الوحيد اللي بيجلب ليك السعادة في بعض الأحيان تفاعلك وتعاملك مع الأخرين ممكن إنه يأتي لك بمشاكل زي ما بعض الناس هتقول لكن اللي قصده إن ده باب من أكبر الأبواب اللي بتؤدي لإسعادة الأخرين طيب خلونا نطلع نشوف تقرير مع الجمهور ونشوف إيه نظرتهم للسعادة وإزاي كل واحد فيهم بيحاول إنه يسعد نفسه وطرحنا على يوم سؤال كيف تسعد نفسك نشوفه ونرجع مرة تانية أنا بفتكر إنه السعادة هي ذات كلمة كبيرة كلمة زي ما بقوله فلسفية عميقة جدا كيف أسعد نفسي أحدد هدف أو مجموعة أهداف يعني بيقولوا الحياء أو الأهداف الكبيرة صناديق مغلغة يعني مفاتيحها الكلمات الطيبة العمل الجاد كده فده ممكن يعني خلي الشخص إذا أحدد أهداف في حياته وخطط لها بشكل سليم وخطط حتى الشكل السليم هذا يعني بيحتاج لتخطيط ممرحل يعني من مرحلة لمرحلة عشان أنا أقدر أحدد الأهداف الصغيرة بعد الأهداف المتوسطة بعد الأهداف الكبيرة بعد الهدف الأساسي أنا أحدده في الحياة يعني المزالة تحتاج صبر تحتاج تفاؤل يعني تحتاج تأمل في الحياة وتحتاج صلاة برب العالمين جميلة وجيدة يعني سؤال كل حد يطرح يعني شو الأشياء تخليلنا سعيدين في هذا الدنيا والشيء إن قربنا من الله الثاني شيء إن في كل يوم نحاول نتعلم فيه شيء يديد نتقف نحاول نسوي شيء خير في حياتنا نساعد فيه غيرنا ونشوف كل شيء يقربنا من الله وحتى يقربنا من أهالينا مجرد إن تسوين شيء حلو أو شيء خير حق الناس الفرحة الشخص تكون فرحة شنتي بعد فيعني تحاولوا كذا ما أقدم مثلا طوري من نفسك تحاولين تعممين الخير يعني تعطين الخير في هذا الدنيا لأن إن شاء الله يبقالت لنا يعني آخر شيء الوصول إلى رضا رب العالمين سواء كان بالعبادات بالمعاملات دخال السرور على إخواني أكيد رضا الوالدين الوصول لرضا أمي اللي هو من رضا رب العالمين السعد نفسي طالع عمر تشوى شيء رضا الله ورضا لوالدين والحمد لله يعني على كل حال رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير مع بعض ويمكن حضراتكم سمعته أجهة النظر المختلفة من بعض الناس البعض بيحاول أنه يخطط لحياته بطريقة معينة من أجل أنه يكون سعيد البعض شايف أن مساعدة الآخرين والأغلب طبعا مننا بيربطها أولا برضا رب العالمين سبحانه وتعالى ده رقم واحد طيب قبل ما نبدأ في هذه الخطوات عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا إيه رأيكم بطريقة سهلة وبسيطة هنخلي نفسنا سعداء إزاي؟ هذا الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لنا جسد فيه آيات الإنسان مهما حاول لا يمكن أبدا أنه يكتشفها كلها ولا يصل إليها الدماغ مثلا دماغ الإنسان فيه أكثر من مئة مليار خلية يعني مئة ألف ألف مليون خلية في داخل الدماغ كل خلية من هذه الخلايا بتتشابك مع خلايا أخرى يعني فيه توصيلات بينهم وفيه تعقيدات بينهم الدماغ لما بيشتغل عند الإنسان أو المخ لما بيشتغل عند الإنسان بيفرز هرمونات الأشياء اللي المخ بيفرزها هذه بيكون لها بعض التأثير على الحالة المزاجية عند الإنسان فالبعض تكلم عن هرمون السعادة اللي هو السيتروتوتين هذا هذا الهرمون اللي تكلموا عنه والدوبامين اندروفين هذه الهرمونات كلها كيف تفرز أو كيف يتم إفرازها بيتم إفرازها أولا منك أنت بمعنى طب إيه الفرق بيني وبين دماغي الدماغ هو مجرد آلة بتعمل إنما التفكير والعقل اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه فيك طريقة التفكير نفسها هي اللي بتخلي الدماغ يفرز هرمون السعادة أو يفرز هرمون الاكتئاب أو هرمون الحزن طيب أنا الآن في حالة حزينة في موقف صعب بنتظر مثلا أمور ربما أن تكون أصعب من الأمور السابقة أعمل إيه في حياتي؟ حاول إنك تغدع دماغك حاول إنك تغدع جسمك ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا إن هذا الجسد الموجود اللي هو الآلة لا يستطيع أن يميز ولا أن يفرق بين الحقيقة وبين الخيال فإذا أعطيتم طباعي إنك سعيد وإنت طبعا غير سعيد هيعمل إيه؟ مش هيقدر يفرق مش هيقولك أنت بتضحك علي أو أنت بتغدعني بل بالعكس هيبدأ في إفراز هرمون السعادة فبعد شوية الإنسان لما يجلس مع أناس زرفاء لطفاء الإنسان يحاول أن يخرج من الحالة اللي هو موجود فيها هيبدأ هرمون السعادة يتعزز عند الإنسان فيكون الإنسان سعيد هنعرف أكتر عن هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن إزاي إن أنا أسعد نفسي قبل ما أبدأ بأي خطوات الحالة النفسية والحالة المزاجية عندي زي ما البعض بيسمي المود الحالة بتاعتي كيف أستطيع أن أغيرها؟ قلنا إن الجسم عبارة عن آلة جهاز ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأودع فينا العقل اللي من خلال هذا العقل الآلة بتعمل فالعقل بتاعنا هذا اللي هو الواعي اللي هو الإدراك وده السر العجيب اللي سبحانه الله ما حدش يعرفه فين حتى إن البعض قال هو العقل ده موجود في المخ ولا موجود في القلب وحصل خلافات كثيرة جدا جدا هل معنى إن المخ هو اللي بيد الإشارات لباقي الأعضاء الجسم فبتبدأ تتحرك يعني عشان إيه تتتحرك الآن لازم بيجي لها إشارة من المخ إنها تتحرك فتتحرك يبا المخ هو اللي بيدير المنظومة ممكن يكون المخ اللي بيدير المنظومة بس من النحية التنفيذية يعني بينفذ إنما من ناحية التخطيط نفسه من ناحية المشاعر من ناحية الحب من ناحية الكره من ناحية السعادة من ناحية الحزن أو الشقاوة إزاي أني أستطيع فعلا أني أدير هذه المنظومة في العصر الحديث بعد ما أجروا عمليات لزراعة القلب زراعة قلب يعني يغضوا قلب من إنسان آخر حصلت له حادثة مثلا ومات فيها وقلبه ما زال فيه نبض موجود فيغضوا لمريض بالقلب قلبه ما فيش منه أمل خلاص فيغضوا ويزرعوا له القلب على أساس أنه يعيش بعد كده وجدوا أشياء في غاية الغرابة ودرسات عجيبة جدا كل اللي يسمعها ويتخيلها ويشوفها ويلاحظها يعرف إن الأمر أصعب وأعمق مما نتخيل بكثير وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر أنت أيها الإنسان مع إن حجمك لا يساوي شيء في حجم هذا الكون إلا إنك سبحان الله فيك من الأسرار فيك من الأعجيب فيك من الآيات ما يجعل الكل يقف منبهر أمام هذا الشيء وصدق الله العظيم إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسكم آيات فعلا تدل على أن الله هو الخالق في أنفسكم آيات تأخذ بأيديكم إلى الطريق المستقيم في أنفسكم آيات تجعلكم تعيشون هذه الحياة بسعادة وبطمأنينة وبسكينة وبهدوء لما تمت عمليات زراعة القلب هذه حصل بعض التغييرات يعني من ضمن الأشياء مثلا إحدى المستشفيات الجامعية قامت بعملية زرع قلب لإنسان مريضة عمرها تقريبا في الخامسة والأربعين من عمرها كانت هذه المرأة امرأة صبورة هادية جدا يعني تميل إلى الماضي قديما لما بتستمع إلى موسيقى بتستمع إلى الموسيقى القديمة الكلاسيكية كانت لا تأكل أي نوع من أنواع اللحوم بل كانت نباتية كانت لا تشرب الخمور مطلقا أبدا هذه المرأة بعد ما تمت لها عملية زراعة القلب حلها تبدل وتغير في يوم من الأيام وياب تتمشى إذ بها تشم شيء في أنفها كأنها ريحت دجاج مقلي فاشتهت أنها تأكل دجاج تتعجب عمري في حاتم أكلت دجاج فذهبت وجدت مطعم وهي تمشي في الطريق فدخلت هذا المطعم وطلبت طلبت طبق وأكلته كاملا وده شيء عجيب ما كانش بيحصل معاها من سنوات طويلة ثم وجدت نفسها تشرب نوع من أنواع الخمور الخفيفة اللي عندهم اللي يسموها بالجعة أو غير ذلك وهي أيضا لم تكن تشرب هذه الأشياء قبل ذلك طريقة أكلها لما كانت بتأكل أصبحت تأكل الشيء اللي هو الحراق مع أنها كانت لا تأكل هذه الأشياء أبدا وفي يوم من الأيام وهي نائمة رأت حلم شافت في الحلم في المنام شاب صغير عمره 16-17 سنة بيقف على جسر أعلى كبري فأقبلت عليه تقول فانجذبت إليه شدني يعني أحسست كأنه ابني كأنه قطعة مني ثم دخلت وسلمت عليه وسألت عن اسمه وعن حاله وأجاب علي هذا الولد وقال إن اسمه طمس أين تسكن يا طمس أسكن في كذا أنت في أي صف قال أنا أدرس في المرحلة الثانوية فقلبها نفتح لهذا الولد وبعدين فجأة استفاقت من نومها قامت من نومها فجلها إحساس بأن هذا الولد هو صاحب القلب اللي تم زراعته بالنسبة لها فاتصلت على المستشفى وسألتهم عن الشخص اللي تبرع لعب القلب فقالوا إن ده ممنوع لا يمكن هذه أسرار ما ينفعش إن احنا ندلي لك بأي شيء عنها طبعا يعني السرية والكتمان في هذا الأمر حتى لا يكون هناك تجارة بعد ذلك في مسألة الأعضاء ومعرفة من يتبرعون ويتم تعويضهم لا هذا الأمر ممنوع عندهم وفيه صرامة شديدة جدا على أساس إن محدش يعرف فقالت لللي ردت عليها المسؤولة اللي ردت عليها قالت لها أليس طمس هو الذي قام بالتبرع لي بالقلب فأصيبت المسؤولة هذه بزهول كيف عرفتي أو أنت تقولين أي اسم أو ما معنى ذلك قالت لا أنا متأكدة فقامت باجتماع عاجل للإدارة الموجودة في المستشفى من أجل أن تعرف هل فعلا في شخص ما عرفها باسم المتبرع ولا ما هذه القصة وبعدين استدعوها وبدأوا يسألوها بعض الأسئلة فقالت لهم ما حدث تماما من هنا بدأت الدراسات تنظر للمسألة هل القلب وهو يضخ الدماء إلى أعضاء الإنسان وخص المخ تحديدا هذه الدماء التي تضخ يخرج معها مشاعر ويخرج معها أحاسيس فلذلك المخ بناء على هذه المشاعر التي ضخط إليه من القلب يبدأ بعد ذلك في التصرف ويعطي الأوامر لباقي أعضاء الجسد الأمر هذا تكرر مرة واثنين وثلاثة يعني أحد مثلا من قاموا بإجراء عملية جراحة قلبي بالنسبة لهم زرع قلبي بالنسبة لهم تخيلوا أن هذا الإنسان كان سائق شاحنة مجرد سائق لشاحنة تحول بعد فترة إلى رجل يكتب الشعر ويكتب شعر يعني شعر قوي جدا وتعجبه ولما عملوا دراسة بين حالة المتبرع وحالة المريض هذا الذي تم زراعة القلب بالنسبة له وجدوا أن الشخص المتبرع بالقلب لسائق الشاحنة هذا كان قبل ذلك شاعرا فسبحان الله سبحان من قال قبل ذلك بقرون أكثر من 1400 سنة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وصلى الله على من قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نروح مع بعض الاستطلاع نشوف بعض الآراء حوالين الطريقة العملية والعلمية اللي بيحاول البعض أن يسعد نفسه من خلالها ونرقع لكم مرة تانية إن شاء الله الذي يسعدني في العمل أمور كثيرة أولا التواصل مع موظفين المجلس التواصل مع المؤسسات المحلية عمل رحلات أو زيارات ميذانية كذلك في أنحام دين دبل حصن المشاركة في الاحتفالات الوطنية أمور كثيرة لا تعد ولا تحصل لله الحمد أما في الحياة الاجتماعية أول حاجة اللي هو صلحة الأرحام التواصل مع الأهل زيارة المرضى بشكل فعال سواء كان أسبوعي أو شهري وعمل رحلة مع العائلة سواء كانت في إجازة أيام الأسبوع أو لله الحمد والتواصل كذلك مع الأصدقاء يكون في خدمة العملاء بشكل إيجابي وبنفس الوقت مشاركة الموظفين وتكون هناك رحلات ميجانية ورحلات ترفيهية من ناحية الاجتماعية تكون في رحلات في نهاية الأسبوع طبعاً هذه رحلات عائلية وتكون نفس الوقت في رحلات ثانية حق الرابع أهلاً بكم مرة ثانية طبعاً شوفنا في التقرير البعض الطرق العملية والعلمية اللي بيحاول البعض من خلالها إن هو يسعد نفسه إحنا موجودين في هذه الدنيا على فكرة زي ما أشرنا في الحلقة السابقة لطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى وليس معنى إن إحنا دائماً في طاعة وعبادة إن إحنا نكون أشقياء بل بالعكس القرآن نفى هذا الأمر مطلقاً في أول سورة طاعة الله تبارك وتعالى يقول طاعة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل القرآن نزل من أجل أن يسعدك ومن أجل أن يسعد أمتك ومن أجل أن يسعد كل أدباعك من أجل أن يسعد كل من يمشي على طريقتك والله تبارك وتعالى قال اللي بيعرض عن ذكره بتكون له معيشة شقية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى في المقابل أنه من آمن وعمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فأول شيء بيجعل الإنسان هادئ ومستقر وسعيد في حياته أنه يعرف من الذي خلقه ولماذا خلقه وما هو مصيره بعد ذلك الموضوع الحلقة الأولى التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي اللي هو الذي خلقني هو الله واللي أكدنا أن كل الأبحاث والنظريات العلمية والفطرة وكل ما حولنا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك خالق لهذا الكون ألا وهو الله سبحانه وتعالى فإذا عرفت أن هناك خالق وأنه هو الذي أوجدك وأوجدك لحكمة وأوجدك لغاية الإنسان خلاص بيعرف الهدف الذي من أجل يخلق فبيبدأ يهدأ من هذه الناحية وبعدين يبدأ يدور ما هو المطلوب مني ما الذي ينبغي علي أن أفعله هذا الذي تفعله في حياتك هو الذي يضمن لك رضا الله ويضمن لك السعادة في هذه الدنيا منتظرين مشاركتكم معنا واتصالتكم على رقم البرنامج زي ما بيظهر أمامكم اللي هو 600-566-110 600-566-110 في انتظار يعني نشوف بعض تجاربكم اللي مريتوا بها وهل كان مثلا أحد منكم تعرض لحالة من الحزن أو من الاكتئاب إزاي استطاع أنه يخرج منها لو عنده تجربة عملية ممكن تكون مفيدة لنا ومفيدة للمشاهدين بالتأكيد يعني هذا الأمر سيكون مفيد بالنسبة لنا لكن أنا كنت كلمتكم عن قبل ما نذكر الكتاب التعصر في السعادة لدان جيلبرت كنا بنتكلم عن دراسة أقامتها جمعة هارفورد وجمعة هارفورد احنا عارفين إنها دائما يعني في أغلب الأحيان بتكون الجامعة رقم واحد في العالم يعني لما مستوها بينزل شوية بتكون رقم اثنين يمكن ومرها ما وصلت رقم ثلاثة أبدا بل في أغلب الأحيان بتكون رقم واحد في العالم والشيء العجيب إنه لما بنظر في لستة الجامعات في قائمة الجامعات الأفضل أفضل خمسة وعشرين جامعة على مستوى العالم وجدت إن من ضمن هذه الجامعات واحد وعشرين جامعة أمريكية واحد وعشرين جامعة أمريكية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وثلاث جامعات بريطانيات وجامعة واحدة من كندا طبعا يعني موجدتش في لستة طبعا في أول خمسة وعشرين أي جامعة عربية والأي جامعة إسلامية وده يعني أعتقد إن ده بيبين الفارق بين التقدم العلم المذهل اللي وصل إلى الغرب والأمر اللي وصل إليه العرب والمسلمين وإن شاء الله العلم ليس حكرا على أحد في البداية هم أخذوا مننا وهم نقلوا مننا وهم تعلموا مننا وإن شاء الله في المستقبل نستطيع إن إحنا نصل إلى الريادة اللي كنا فيها قبل ذلك ويرجعوا مرة أخرى يتعلموا مننا ولازم نعرف إن العلم إنساني بمعنى إن الكل مشترك فيه والعلم مفيد للكل والعلم ليس حكرا على أحد ودنا حثنا وعلمنا على أن نتعايش مع الآخرين وأن نتفاعل معهم وأن نأخذ ما ينفعنا نأخذ المفيد ونرد طبعا اللي بيتعارض مع دنا ومع قيامنا ومع ثقافتنا المهم إن جامعة هارفورد هذه اللي طبعا الجامعة رقم واحد في العالم حتى في آخر إحصائية لسنة 2017 كانت واخدت ترتيب رقم واحد وجامعة ستانفورد رقم اثنين أمريكية أيضا هذه الدراسة دراسة متعمقة جدا تخيلوا إن مدتها كانت عبارة عن خمسة وسبعين سنة استمرت لمدة خمسة وسبعين سنة لتعد الدراسة الأطول يعني أطول دراسة على مر التاريخ بدأت من سنة 1938 ميلادية وتابعها 268 طالب من جامعة هارفورد تابع الباحثون في هذه الدراسة مجموعة من العوامل في الحياة عشان يعرفوا إيه هي عوامل السعادة أو كيف نحصل على السعادة زي مثلا مستويات الذكاء هل الشخص ده بيتناول كحول أو لا يتناول كحول علاقاته بالمحيط اللي من حوله بأصدقاءه وبأقاربه العلاقات الاجتماعية يعني الدخل الإنسان بيحصل عليه يعني الدخل المادي أيضا تدينه هل هو متدين أو غير متدين دينه أيضا وهكذا تم نشر هذه الدراسة في سنة 2012 في كتاب للدكتور جورجي فيلان من جامعة هارفورد والدكتور جورجي فيلان هذا قاد هذه الدراسة من سنة 1972 لسنة 2004 يعني ظل 32 سنة لوحده بيتابع هذه الدراسة طبعا من أصل الدراسة اللي امتدت 75 سنة يعني أنا متأسف أني بجيب لكم هذه الإحصائيات والأرقام بس لأن السعادة شيء إنساني مشترك فعايزين نعرف هؤلاء الناس توصلوا لإيه اللي ممكن يسعد الناس أولا النصائح اللي انتهت إليها الدراسة كانت نصائح بسيطة جدا منها تقدير الحب وعدم التقليل من شأنه على جميع المستويات أي مستوى بداية من حبك لخالقك إذا كان متدين وانتهاء بحب أصغر وأبسط شيء أنت متعلق بأي هواية مهما كانت هذه الهواية بسيطة لذلك دائما كنا بننصح الأزواج أنك تحترم هوايات زوجتك وننصح للزوجات أن تحترموا هوايات أزواجكم حتى وإن كانت لا تعجبكم هذه الهوايات إلا أنها تسبب له نوع من السعادة نوع من الأريحية فإياكم أن تضغطوا عليه العلاقات الهمة والتي تعني شيئا بالنسبة للشخص تتكلمنا في الأول عن الحب ثانيا العلاقات الهمة بالنسبة للشخص واللي هي مهمة بالنسبة له بتعد ضرورية جدا ويجب الحفاظ عليها لأنها تؤثر بشكل كبير وفعال جدا على حياة الإنسان وعلى مقدار سعادته باقي الدراسة التي توصلت إليها جامعة هارفورد وهذه النصائح التي نصحوا بها المتابعين لهم وكثير ممن يقرؤون عنهم أو يبحثون عنهم هذه النصائح تعتبر خلاصة من أجل أن تصل إلى السعادة من وجهة نظر جامعة تعتبر أكبر جامعة موجودة في العالم الآن هنعرفها إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الأعزاء ونحن مستمرين معكم ومع كل البشر في البحث عن السعادة هذه الرحلة التي نحاول أن نصل ولو إلى جزء ندرك يعني ولو قليل من هذه السعادة يعني حتى نسعد بها كنا بنتكلم عن الدراسة اللي أجرتها جامعة هارفورد واللي استمرت لمدة 75 سنة وقلنا الدكتور جورج فيلان اللي تولى هذه الدراسة من سنة 1972 لسنة 2004 قام بنشر خلاصة هذه الدراسة وتقديم بعض النصائح لمن يبحث عن السعادة كان أول شيء إعلاء قيمة الحب إنه لازم يعلي قيمة الحب في حياته وسبحان الله يعني لما تذكر هذا الكلام تجد إنه موجود عندنا في ديننا تجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أربط ده بأول نصيحة أتت بها جامعة هارفورد في الدراسة اللي استمرت 75 سنة الحب قيمة الحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أنت ما تحبش حد عشان مصلحة ولا عشان غاية ولا غرض لا أنت تحب في الله لذلك المتحبون في جلال الله يكونون تحت عرش الرحمن يوم القيامة أين المتحبون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وطبعا عندنا سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم رجلان تحبه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أنا بعرض لكم النظرية وبعرض لكم المبادئ اللي موجودة عندنا في ديننا في طراثنا في عقيدتنا بس للأسف احنا بنغفل عنها كثيرا وما بنهتمش بها ولا بنعرف قيمتها إلا لما بتأتي لنا الدراسة من الخارج الشيء الثاني العلاقات الاجتماعية العلاقات الهمة اللي بتعني للشخص شيء مهم وبتؤثر في حياته تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا أن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه تجد القرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى تجد القرآن يأمرنا بأن نتعرف على الآخرين يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لتعارفوا هذه الغاية التي يقولونها أيضا من أهم الأشياء أو من أهم النصائح عدم استهلاك المشروبات الكحلية يعني هم لو لن عندهم المجتمع بتاعهم يسمح بهذا الشيء كان قال لك الامتناع عن المشروبات الكحلية نهائيا طيب الكلام ده موجود عندنا ولا مش موجود يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لو أردتم الفلاح لو أردتم السعادة ابتعدوا عن هذه الأشياء هذا الذي أتت به أحدث الدراسات العلمية أيضا من الأشياء المهمة جدا الدراسة تقول أن كثرة المال والسلطة لا تعني زيادة في معدل السعادة في حياة الشخص حيث لا يرتبط هذا بذاك سبحان الله يعني تخيل أن المال والسلطة لا يرتبطان أبدا ببعضهم البعض مش مرتبطين المال والسلطة لا يرتبطان بالسعادة مش معنى أن عندك مال وعندك جاه تكون سعيد لا بالتأكيد لا كان أحد العلماء الصالحين أو أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم يقول إن في سعادة لو علمها الملوك لا جالدون عليها سعادة الاتصال بالله سعادة الحب في الله سعادة القرب من الله سبحانه وتعالى سعادة الاستغناء عن الناس بتحس بنفسك أنك لا تحتاج إلى أحد أهل البصرة سئلوا مرة من سيدكم؟ فقالوا الحسن الحسن البصري يقصدون فقالوا بما سادكم؟ يعني صار سيدكم بيه؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم فمصدر السعادة بيأتي من داخلك أنت لا يأتي من الأشياء الخارجية لا تظن مثلا أنك إن حصلت على المال أو حصلت على الشهرة أو حصلت على السلطة ستكون سعيد بالتأكيد هذان الأمران يعني غير مرتبطين ببعضهم البعض أيضا من ضمن الأشياء المهمة جدا تلفت الدراسة نظرنا أنه لم يفت الأوان لإدراك السعادة يعني مهما بلغت من العمر خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين مهما بلغت من العمر لم يفت الأوان من أجل أن تستدرك السعادة وأن تحصل عليها طيب سيدنا عقوب بماذا علم أولاده؟ مش قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا لا تقل لو لو هذه تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل كل شيء حصل في حياتك هذا بقدر الله سبحانه وتعالى حاول أن ترضى بهذا الشيء وأن تستقبل تركه خلف ظهرك قل يا ربي اللهم لك الحمد يا ربي أنا راض بكل ما أتيت به يا ربي أنا راض بقضائك راض بحكمك يا ربي وفقني في القادم ساعتها ستكون سعيد هذه الدراسة هي التي تقول ذلك لم يفوت الأوان على إدراك السعادة في الحياة فطالما لا تزال حياة فهناك فرصة للحصول على السعادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا إما أنه سبب في هلاك الناس لأن الإنسان لما ينشر التشاؤم بين الناس وهذه الروح روح اليأس وروح الاستسلام تنشر بين كل الناس تبدأ تدب في الناس إحنا كما قلنا الجسد اللي عقولنا موجودين في غلى ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا هو يطيع عقلك وعقلك هذا يأتي من قلبك فإذا الأحسيس والمشاعر عندك خرجت بإنه لا أمل وإنه لا فائدة وإن الأمر أصبح في يأس ساعتها الدماغ كما قلنا يبدأ بإفراز الهرمونات التي تدعو إلى اليأس والتي تدعو إلى الاكتئاب والتي تدعو إلى الحزن مهما أتتك من الأشياء التي كانت تسعدك قبل ذلك لن تسعدك ليه؟ لأنك بتدل مخك أوامر بإنك حزين لأنك بتدل عقلك أوامر بإنك مكتئب فالإفرازات اللي بتخرج منه هي إفرازات الكآبة وإفرازات الحزن وإفرازات الهم والغم فلذلك ستظل على هذه الحالة أما إذا رضيت بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك الرضا بيصيب الإنسان بالطمأنينة الرضا بيجعل الإنسان تنزل عليه صلوات من الله تنزل عليه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنا راضي هذا هو حكم الله ماذا سأصنع يعني إذا لم أرضى هل سأقدم أو سأغير من الأمر شيء؟ كلا لن تستطيع أبدا أن تقدم أو أن تؤخر من الأمر شيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإن عليه أن يرضى وأن يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون بتعطي إشارات للدماغ هذا اللي بيعمل عندك بإنك راضي بإن هذا أمر الله لا أستطيع أن أغيره لا أستطيع أن أقدم فيه ولا أن أؤخر فيه فيبدأ المخ يشعر بعملية الرضا طيب أنا راضي ومستسلم لقضاء الله ينبغي علي أن أنفذ أوامر الله إذا نفذت أوامر الله سأحصل على الأجر طيب الأجر بيخليني سعيد فيبدأ الدماغ يفرز لك هرمونات السعادة فتكون سعيد وتتحول حالتك من الاكتئاب ومن الحزن إلى السعادة إذن تستطيع أنك تغدع دماغك تستطيع أنك تغدع مخك هذا وتجعله يكون سعيد رغما عنه في النهاية عندنا بعض النصائح اللي من خلاصات التجارب اللي قرأناها واللي استخدمناها في حياتنا أولا ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس اقنع بما أعطاك الله إياه تكون أسعد الناس لا تظن أن السعادة في المال لا تظن أن السعادة في الجاه ولا في السلطان ولا في الولد السعادة أولا أن تعرف من أنت وما هي الغاية التي خلقت من أجلها الأمر دا انتهى ثانيا ماذا أصنع حاول أن تغير من حياتك الإنسان اللي ما بيلعبش رياضة يلعب رياضة الإنسان اللي ما بيقرأش يقرأ إحنا من ضمن المصائب فعلا اللي أنا شايفها مصائب كبيرة جدا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية إحنا لا نقرأ تخيل عدد يعني كل شخص مننا في العالم العربي معدل قراءته كام لا يتجاوز صفحة لا يتجاوز صفحة في بلاد أخرى في أوروبا مثلا بتنتج أو نقول أنها بتطبع كتب أضعاف أضعاف ما يطبعه العالم العربي مجتمع كل ده معنى إيه؟ معنى أن عدم قراءتك عدم زيادة في ثقافتك الإنسان كل ما بيقرأ بيأتي بتجارب الآخرين ويضعها في عقله فده بيعمل له نوع من الفهم بصورة أكبر بيعمل له نوع من الرضا عن نفسه وبالتأكيد بتأتي السعادة بعد ذلك فالإنسان يحاول أنه يمارس الرياضة يحاول أن يقرأ الإنسان يخرج ويتأمل يجعل لنفسه دائما ساعة في اليوم من أجل أن يتأمل فيها والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل عليه الرسالة كان بيذهب إلى غار حراء ويتعبت فيه الليالي ذوات العدد وكانت عبادته هي التأمل تستطيع أيضا أن تخصص من وقتك جزءا ولو في الأسبوع من أجل الخدمة المجتمعية ومن أجل التفاعل مع المجتمع ساعد الناس قف بجوار الناس ساعتها ستدرك السعادة لا محالة وختاما السعادة في رضا الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز بكده نكون انتهينا من حلقة اليوم عن السعادة وإن شاء الله حلقة الأسبوع القادم هتكون عن هل الإنسان مخير أم مصير هل أنت مجبر في هذه الحياة أم أنك تتصرف بكل حرية وتختار ما تشاء في انتظار إسهمتكم ومشاركتكم معنا واتصالاتكم بإذن الله في الأسبوع القادم على أساس أن نحن نعرف نحن موجودين في الحياة رغما عننا ومجبرين ولا في لنا إرادة وفي لنا حرية على وعد بلقاء جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة